يقول السائل هل يجوز إعطاء كفارة اليمين إلى الذين يسألون الناس عند أبواب المساجد وبما تكون الكفارة؟ يجوز إعطاء السائل إعطاءه الكفارة وغيرها لكن كونك تتأكد من حاجة المحتاج أحوط لك وأحسن فلا تدفعها إلا لإنسان فقير ولا يسأل هذا أحوط وأحسن لأن الذي يسأل تنقضي حاجته يأخذ من هذا وهذا لكن لكن الكلام على الفقير الذي لا يسأل هذا أحق وأحوج إذا كان من المتعففين عن السؤال قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي يسأل الناس ترده اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي لا يسأل الناس وليس له دنا يغنيه هذا هو الذي يجب أنه توضع فيه الصدقة لأنه فقير متعفف فتحر في صدقتك وكفاراتك هذا الصنف من الناس الفقراء الذين لا يسألون الناس ولو أعطيتها للسائل أجزات نعم بناء على ظاهره والبواطن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى نعم